السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والنهاردة معادنا مع آخر فصل في منهج المنطق بتاعنا اتفقنا كتير قبل كده أن الاستدلال هو أهم موضوع في المنطق عشان كده هو اللي درسناه في كل الفصل بتاعتنا إذا كان في الفصل الرابع لما درسنا مربع أرستو ولا في الفصل الخامس لما درسنا القياس فصل السادس خدنا الاستنباط أو الاستدلال الرياضي وفصل السابع درسنا الاستدلال التجريبي اللي هو الاستقراء النهاردة بقى في الفصل التاعنا بيكلمك عن كل أنواع الاستدلال دي وترى ممكن يحصل تكامل بينهم ولا لا تعالوا الأول نتكلم عن أنواع الاستدلال اللي احنا لسه إلنهم واللي احنا درسناه في الفصل اللي فاتت واللي بناءنا عليه هناخد أنواع العلوم أنواع الاستدلال خدنا استدلال منطقي واستدلال الرياضي واستدلال استقرائي الاستدلال المنطقي اللي هو يستخدم في علوم أو علم المنطق وجاء لنا عن طريق أرستو زي ما قولنا لسه من شوية نحن درسنا مربع أرستو والقياس سواء في الفاصل الرابع والخامس يبقى ده اسمه استدلال منطقي أما الاستدلال الرياضي برافو عليكم لسه إليه اللي هو الاستنباط يستخدم في الرياضة وهو المنهج الاستنباطي يبقى ده الاستدلال في عندي ثلاثة أنواع منه استدلال منطقي اللي هو زي مربع أرستو يستخدم في علم إيه؟ في علم المنطق أما الاستدلال الرياضي فبيستخدم في الرياضة اللي هو إيه المنهج الاستنباطي أما الاستقرائي فبيستخدم في إيه برافو في العلوم الطبعية يعني إيه منهج استقرائي يعني لازم يكون قائم على الملاحظة والتجربة بيعتبر المنهج العلم المعاصر صورة متطورة من الاستدلال الاستقرائي يبقى عندي كم نوع من أنواع الاستدلال؟ تلاتة استدلال منطقي واستدلال رياضي واستدلال استقرائي طيب ممكن من الثلاث أنواع دول أرد الاستدلال لنوعين بس إيه هما؟ يا إما استنباطي عقلي ليه إحنا لسه لين هما ثلاثة أقول لك ليه لأن الاستنباط العقلي هو زي المنطقي بيبدأ بمقدمات مسلم بها ويصل لنتائج تلزم عنها وهستخدمه فين في الرياضيات والمنطق يبقى أنا ضمت النوعين الأولانين في نوع واحد وقلت أنه هو استدلال استنباطي عقلي لأنه بيبدأ بمقدمات بسلم بها وبوصل لنتائج هاستخدمه فين الاستنباط سواء في الرياضيات أو المنطق أما الاستدلال التاني فيفضل زي ما هو اللي هو إيه بقى؟ الاستكراء برافو عليكم استكرائي مادي يعتمد على الملاحظة والتجربة ويستخدم في العلوم الإيه؟ في العلوم الطبيعية تمام؟ نيجي بعد كده نشوف أنواع العلوم صورية واقعية إنسانية وكل علم من دول هاستخدم نوع من أنواع الاستدلال تعالوا نشوف إيه هي العلوم السورية مثل الرياضة والمنطق ترى ما قلت رياضة ومنطق هتستخدم إيه؟ برافو تستخدم المنهج الاستنباطي يعني إيه الرياضة والمنطق؟ ليش؟ معنى بنقول عليها علوم سورية بنابدأ فيها من مقدمات نسلم بصحتها لنصق المقدمات تلزم عن هذه المقدمات ويتوقف صدق النتائج على صدحة إيه المقدمات نفس اللي إحنا لسه إلينا في مربع أريستا أو القياس كان بيبدأ من مقدمات ونوصل منه إيه لنتائج وهم الاتنين بيستخدموا إيه المنهج الاستنباطي يبقى قدر علوم السورية يعني إيه علوم سورية يعني بتتمد على إيه؟ على الرموز والأعداد أما العلوم الواقعية فهي زي العلوم الطبيعية اللي إحنا هنستخدم فيها إيه؟ برافو المنهج الاستقرائي العلوم الطبيعية بتعالج مادة الواقع مثل المواد وتركباتها والصوت والضوء والنبات والحيوان عشان توصل لقوانين بتفسر هذه إيه؟ الظواهر يبقى العلوم السورية هستخدم فيها المنهج الاستنباطي وهتستخدم في الرياضة والمنطق أما العلوم الواقعية فهي زي العلوم الطبيعية اللي هستخدم فيها المنهج الاستقرائي أما العلوم الإنسانية اللي احنا تكلمنا عنها في أخي جويزو الفصل الفاتلة تفتكروا مثل علم النفس وعلم الاجتماع وقلنا إن محور دراستها هي الإنسان عشان كده قلنا عليها علوم إنسانية وهي فرع من العلوم الطبيعية هنستخدم فيها المنهج طالما هي فرع من العلوم الطبيعية يبقى استخدم فيها المنهج الاستقرائي في ناس هتقول إحدى إحنا مش زرسنا بالفصل الفات إن فيه صعوبات في البحث آه بس إحنا نستخدم فيها المنج الاستقرائي بالرغم من صعوبات البحث في العلوم الإنسانية إذا قررناها يعني بالظاهر التبعية بالإضافة إلى حدثة هذه العلوم وعدم بلغة درجة نطج العلوم الإيه الأخرى اللي هي إيه العلوم الإنساني تعالوا بقى نشوف يعني إيه تكامل بين نوعية الاستدلال النوعية الاستدلال اللي إحنا لسه إلنهم استنبط واستقراء استنبط واستقراء إزاي يحصل التكامل بينهم يعني إيه تكامل أصلا يا جماعة يعني إمكان التعاون بينهم فلا يكون كل منهم مستقلة عن الآخر لا ده يمكن عن طريق الربط بينهم الوصول لوصولة منهج علمي يجمع بين الاستقراء والاستنبط يبقى إيه هما نوعين الاستدلال الاستقراء والاستنبط إزاي هجمعهم هما الاتنين في نوع واحد أو في منهج واحد ناس هتقول لي دول منهجين مختلفين في الموضوع والنتائج لكن يا جماعة يمكن الجمع بينهما لأن التطورات العلمية أدت إلى ضرورة جمعهما في منهج واحد وقد تم زالك فيما يلي إزاي جمعنا بينهم إمتى في المنهج العلم المعاصر اللي جمع بين الاستدلال الرياضي الاستنبط والاستدلال الاستقرائي فاكرين لما اتكلمنا عن المنهج العلم المعاصر وهو كمان كان انتقد المنهج التقليدي أنه استخدم الاستقراء بس وكمان هو عالج العيد ده بأنه هو استخدم الاستنبط يبقى دي أول حاجة جمعنا بين الاتنين فيه تاني حاجة أن المنهج الاستقراء الرياضي هو نوع من الاستدلال ويقوم على مبدأ الاستقراء اللي هو بينتقل من يعني استقراء بينتقل من الحكم على الخاص إلى الحكم إيه؟ على العام مثال الحكم على بعض الأعداد الأولية بأنها تقبل القسمة إلا على نفسها والواحد إلى تعميم الحكم على بقية الأعداد إيه؟ المشابهة زي ما احنا قلنا قطعة معدن تتمدت بالحرارة قطعة حديد تتمدت بالحرارة قطعة نحاس تتمدت بالحرارة كل دي حاجات ايه خاصة انتقلنا من الحكم الخاص ده الى الحكم العامل اللي قال لي ان كل المعاد انت تمدد بالحرارة ما هو ده برضو ايه استنباط يبقى المنهج الاستقرائي الرياضي بنقول ان هو نعمل الاستدلال بيقوم برضو على مبدأ ايه الاستقرائي يبقى دي اول حاجة يحصل فيها تكامل اننا نقدر اجمعهم امتى يحصل تكامل او امتى هقدر اربط بين الاتنين في منهج واحد لما اجمعهم في منهج واحد وقلنا الامثال اللي جمعنا بينهم فيها طب تاني حاجة التكامل بقى لما تكاملوا مع بعض الاستقراء الاستنباط تكاملت المعرفة الايه العلمية يبقى انا اول حاجة جمعتهم في منهج واحد بعد كده لما اكتملوا مع بعض او حصل بينهم رفض المعرفة العلمية اكتملت ازاي العلوم التي يتعامل معها الانسان ليست فقط مجموعة العلوم السورية مثل الرياضة والمنطق ولا هي فقط مجموعة علوم الواقع مش للعلوم الإنسانية أو مش للعلوم الطبيعية. عارفين يا جماعة زي ايه؟ هو انت في المدرسة بتدرس عربي بس؟ بتدرس فيزياء بس؟ ولا لازم تدرس فيزياء وكيميا وعربي ورياضة؟ طب ما هي الرياضة؟ اللي هو الاستنباط والفيزياء اللي هي الاستقراء يبقى انت دلوقتي العلوم اللي انت هتتعامل معها مش علوم سورية بس اللي هي الاستنباط ولا علوم واقعية بس اللي هي العلوم الطبيعية. لا ده انت بتتعامل مع الاتنين حيث لا يكتف الإنسان في ثقافته على أي مجموعة منهما فالمجموعتان معا تشكلان أساس المعرفة العلمية للإنسان عبر علماء المحدثون على القدماء وضعوهم للمنهج الاستنباطي وحده فكان لابد من وضع الاستقراء بجانبه اللي عابوا على المنهج الاستقراء التقليدي لما استخدموا الاستقراء بس ولأ قالوا أنهم كانوا لازم يستخدموا وكمان الاستنباط المنهج الاستنباطي لايش فاسد ولكنه لا يستطيع وحده تقديم التفسير الصحيح لكل مشاكل العالم فكان لابد من استخدام المنهج الاستقرائي بجانبه اللي احنا عايزين نوصله يا جماعة أن المعرفة العلمية بالنسبة للإنسان عمرها ما تكتمل بنوع واحد من أنواع الاستدلال دي لا لازم يحصل تكامل بين النوعين دول اللي هما الاستقراء والاستنباط وقلنا يعني ايه تكامل يعني الاتنين هتعاونوا عشان في الآخر المعرفة العلمية بالنسبة للإنسان تكتمل لأن احنا زي ما اتفقنا أن العلوم اللي بتعامل معها الإنسان لا هتبقى علوم سورية بس يعني استنباط بس ولا هتبقى علوم طبيعي بس يعني استقراء لكن لازم يحصل تكامل بين الاتنين حتى تكتمل المعرفة العلمية تطور المعج الاستنباط التطور الكبير منذ القرن السابع عشر وذلك نتيجة لتطور الرياضيات مرتبطا بتطور العلوم الطبيعي يعني الاستنباط لما اتطور ده كمان كان مرتبط بتطور العلم الطبيعي لأن القوانين الطبيعية في حاجة للتعبير عن نفسها تعبير كم دقيق وأنا دلوقتي لما لسه إلي من شوية لما أجي أعبر عن المية لما أجي أعبر عن المية أقول H2O تمام؟ استخدمت رموز كمية عشان أقدر أن أنا أوصف الحاجة لأنا عايزها بدقة وإجازة يبقى أنا استعانت بمين؟ استعانت بالاستنباط كل ده أعز أن نوصل العلم الطبيعية الوحدها مش هتقدر تستغنى عن العلم السورية اللي هو الاستنباط ولا الاستنباط هيدا لاستغنى عن الاستقرار كمان استخدام الملاحظة والتجريب يستلزم تطبيق المناهج الدقيقة للقياس والتوصل للقوانين التي تصغف في حدود رياضية وهذا هو السر في دقة القوانين وسر نجاح العلم الطبيعي وهكذا تكامل منهجان وتتكامل معهم المعرفة العلمية يبقى أول حاجة لما نجي نتكلم عن التكامل بين نعلم الاستدلال اللي احنا قلنا النهاردة أنواع الاستدلال استدلال استنباطي واستدلال استقرائي إزاي يحصل التكامل بينهم؟ إن أنا عند القدرة أن أنا أجمع بينهم في منهج واحد وحصل أليه كده في المنهج العلم المعاصر طالما أقدر أجمع بينهم طيب إيه المانع أن يحصل تكامل بينهم لتكتمل المعرفة العلمية لأن العلوم اللي بتعامل معها الإنسان لاستعلوم سورية فقط ولا علوم طبيعية فقط علشان كده علشان تكتمل معرفة العلمية عند الإنسان لا يمكن أن تكتمل إلا لما يحصل تكامل بينه عن الاستدلال اللي هما إيه؟ اللي هما الاستقراء والاستنباط حدد الصحاب والخطأ مع التعليم لا يتكامل نوع الاستدلال في معالجة أي ظاهرة يتناولها العلماء بالدراسة اتنين إمكان الجامع بين الاستقراء والاستنباط في منهج واحد تلاتة الاستنباط والاستقراء منهجان متكاملان وبكده كل سنة أنتوا طيبين نبقى خلصنا منهج المنطق وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله مع موقع نفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا